مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة عن هرولة حكام الخليج للتطبيع مع إسرائيل وصل الأمر إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى سلطنة عمان ثم حتى زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية إلى مسجد أبوظبي في الإمارات طبعا العنوان خطأ أن حكام الخليج يطبعون مع إسرائيل هذا عنوان خاطئ إنما الصحيح هو إعلانهم للتطبيع يعني نحن التطبيع العالمي مع إسرائيل إنما في الأصل كل الأنظمة العربية هي مطبعة مع إسرائيل من زمان منذ أن ولدت وأنظمة الحكم في العالم العربي هم أشقاء إسرائيل ولم يكن بينها وبينهم وبين إسرائيل أي خلاف أي وقت من الأوقات كما سأعلم إنما الغريف في الأمر هو الإعلان وإن إسرائيل تطالب أن يعلنوا علاقاتهم غير الشرعية المحرمة التي تمت لمائة عام سابقة أن يعتدوا الآن في العالم بعدما كانوا ماشيين مع بعض في السر في القراب ومن آية ذلك لما سمعت كلمة رئيس المساد الإسرائيلي كان بيتحدث في أمريكا وجدت أنه تحدها أيام غزو العراق احتلال العراق أنه زار الدول الخليجي وبيع فيها السعودية فكل الحكام العرب يعني ربما واحد والتنين الله أعلم إنما كانوا يلتقون بالمسؤولين الإسرائيليين طوال منذ رشأة الدول العربية أو ما سميها بالدول العربية وهي في حقيقة الأمر ومستعمرات العربية فليست سرا كان مذك بسيط أنه وزير خارجية الملك فيصل اللي هو ملك السعودية اللي كان بقولها حر فلسطين والجادس في سبيل الله وكذا كان له موعد مع رئيس المساد الإسرائيلي ولكن رئيس المساد ذهب متأخرا على سبيل المثال من الذي كان يهرب يهود الفلاشة من أثيوبيا عام 1982 يعني ليس من الآن إلى الإسرائيل النظام السعودي مع الرئيس السوداني في ذلك الوقت جعفر نميري بوسطر الشارو من الذي كان يا جماعة بيرتب الاتصالات السرية بين أنور السادات وبين إسرائيل هل تعلمون من؟ النظام السعودي في السبعيناء وعنان خاشوج رجل أعمال السعودي اللي هو تقريبا عم جمال خاشوج الصحف الذي قتلوه هذه الأيام في السنبول هو الذي كان يتوسط بين نظام أنور السادات وإسرائيل والمساد الإسرائيلي وتجري اللقاءات سرا في المغرب إذن هذه الأنظمة لسنوات طويلة مضت كانت مع إسرائيل كي نفهم المسألة علاقة الأنظمة العربية أو الحكام العرب بإسرائيل هي علاقة الأشقاء التوائم يعني الأشقاء التوائم ماذا؟ ولدوا في نفس الساعة ولدوا في نفس الساعة ولدتهم أم واحدة يعني أشقاء من نفس الأب ومن نفس الأم وفي ساعة واحدة يعني نمي كجانين في بطن أميما معا نجد الأنظمة العربية كذلك متى أعلن أنه سيكون هناك بلد اسمها إسرائيل أو دولة اسمها إسرائيلة ونحتل فلسطين متى وعد بلفور 1917 وعد بلفور 1917 نوفمبر 1917 وما إن صدر وعد بلفور حتى حدث انهيار للجيش العثماني في كل الجبهات العسكرية فجأة لأن الخوانة الذين كانوا داخل تركيا في ذلك الوقت قاموا بقطع الإمداد والمؤن والأغذية عن الجيش العثماني وكان قائد الجيش العثماني في ذلك الوقت رجل مخلص وهو أنا أعتبره من أفضل قادة العسكريين المسلمين في القرن العشرين هو أنور باشا وزير الحرمية في الدولة الأطمانية ولكن للأسف لم يكن لديه رؤية سياسية كبيرة ولم يكن لديه قدرة على معرفة عمليات الخيانة غير التجسس العمالة غير التجسس التجسس ده نتزرى واحد مثلا في قصر الرئيس مرسي يجلب معلومات لأسهل المساد الإسرائيلي والعمالة أن يكون واحد طالح في التلفزيون بيتكلم منك الله يا مرسي لا يتجسس على مرسي ولا شيء ويجب أن أنت تعين وزير من حزب النور ووزير من حزب اللي مش عارف إيه وتجيب واحد من الفلول وتجيب واحد علماني وهكذا ونعمل حكومة ائتلافية يعمل خلطة ده ايه عميم يؤدي للهيار البلد دون أن يتجسس طيب فإذا نوفمبر 1917 وعد بلفور نظرت في ذلك التاريخ ستجد أن كل الأنظمة العربية بدأت في هذا التاريخ مع إسرائيل إسرائيل وعد بلفور 1917 حتى عام 1948 خذ الأنظمة العربية والنظام السعودي متى بدأ فيه أنه يقول أنه عن نفسه دولة مستقلة 1915 قبل وعد بلفور بيه سنتين طيب من اللازل إسرائيل لإنجليز بريطانيا الجيش البريطاني ومن الذي أسس المملكة العربية السعودية الجيش البريطاني فلولا الجيش البريطاني وهزيمة الدولة والنظام السعودي أصلا ما قامت دولة اسمها النظام السعودي النظام السعودي أصلا كما تعلمون يعني إنما الإنجليز أمدون بالسلاح والمال وحتى ضباط العسكرين وكذا ستجد أنه حتى النظام العراق ما كانش أيضا فيه دولة اسمها العراق إنما من الذي أسسها الإنجليز سوريا ما كانش فيه دولة اسمها سوريا من الذي أسسها الإحتيالي الفرنسي ولا لبنان ولا الأردن من الذي أسسهم الإنجليز حتى اليمن برضو من الذي أسسها الإنجليز حتى مصر متى أعلينا استقلال مصر الأول مرة؟ ألف وتسعمائة اتنين وعشرين ألف وتسعمائة اتنين وعشرين طب هل استقلت مصر نتيجة أننا الشعب المصري المسلم طرد الإنجليز؟ لا هذه الحقيقة التاريخية لما قامت ثورة ألف وتسعمائة 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 وعشرين في مصر كان لها سمتان السمة الأولى أنها ثورة إسلامية حتى إنهم رفعوا العلم التركي أو العلم العثماني لأنه ما كانش في حاجة سمها تركية في ذلك الوقت الدول العثمانية رغب أنها مزوع في الحرب العالمية الأولى لكن لا تزال بقى كيان سياسي فالشعب المصري المسلم رفع إلى العلم العثماني اللي هو اليوم أصبح عالم تركي والأمر الثاني أنها كانت مسلحة يعني الشعب حامل السلاح ضد الجيش البريطاني المحتل هنا قامت النقبة العلمانية الليبرالية اللي هي سعد زغلول والنحاس وهؤلاء وسعد زغلول كان في المنفى لكن النقبة الإنجليزية أو النقبة العلمانية التي رباها الإنجليز في ذلك الوقت أصدروا بيانا يطلب من الشعب المصري إيه أول حاجة بلاش هوية إسلامية ورفع إشعار الهلال مع الصلي بقت هوية علمانية ثم طلبوا منهم إلقاء الصلاح وقالوا هذا عنف وصدر بيان شهير جدا مذكور في كتاب الرفعي تاريخ الرفعي اسمه تاريخ مصر القومي طورة 2019 نزلوا من على الجوجل من على الإنترنت وقرؤواه ستجدون فيه بيانا وقع عليه كل قادة حزب الوفد منهم مصطفى النحاس باشا وستجدون كل رؤساء وزراء مصر أتوا من هذا البيان وكل حكام مصر المدنيين أتوا من هذا البيان يعني هذه شهادة الميلاد له اللي هو بيانهم لإدانة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإنجليزي أو الجيش الاحتلال الإنجليزي بعد ذلك إذن هورد 2019 فشلت وانتهت يعني 1029 خلصت كذا إنما بريطانيا منها النفسها وبعد أن استثبت لها الأمور في مصر في فبراير 1922 أصدرت معرفة بتصريح فبراير 1922 قلت أنا خلت مصر دولة مستقل حقيقة والجيش البريطاني موجود كان حتى في ذلك الوقت ناشئه خلاف في مصر بين الطيار الإسلامي الذي كان يمثله الحزب الوطني اللي هو أسسه الزعيم المسلم مصطفى كامل وكان هذا يرفض الاستقلال قلت لك أحنا مش عاوزنا ناستقل ما أنت عاوز يا غدع أنا عاوز الجلاء التام وقالوا إن من معايير استقلال الدولة أن لا يكون على أرضها أي جند أجنبي تحت أي مسمى هذا كتبه الرفع في تاريخ مصر القوم والرفع مات من سنوات طويلة يعني فتخيل ولذلك ستجدون أن أرض مصر لم يخلو وقت من الأوقات إلا على أرضها الجنود أجانب جيش بريطاني بوليس دولي مش عارف إيه تمام فقالوا إن احنا طلبنا ده الطيار الإسلامي طلبنا الجلاء التام أو الموت الزعيم تمام طب النقبة العلمانية بتاع الإنجليز قالوا طلبنا الاستقلال التام أو الموت الزعيم ومتى نتحقق الاستقلال التام قال لك الاستقلال التام من علاماتي أن يكون لك وزارة الخارجية يعني ما يهمش يكونوا الإنجليز في كل حتة والجيش البريطاني يبرطح في البلد المهم يكون في إيه في وزارة الخارجية لأنه لما أعلية الحماية البريطانية على مصر قالوا وزارة الخارجية ده كنت مشكلة حزب الوافد يعني نحو زي المنظر زي ما أنت بيقول لك فلسطين كده وزير خارجية فلسطين كده دولة مستقلة وأصبح لنا كرسي جلد في مجلس الأمن وفيه علامة كده بالحطة قدامة من قطعة كوماشية ستجد أنه وعد بيلفور تاريخ استقنال مصر برضه في نفس قريب جدا والسنوات في عمر الأمم بسيطة بل تكتشف أنه مين زعيم الأمة المصرية كما قدموه لنا إنما هو كبع كراجل كراجل عميلا سعد زغلول طبعا عميلا الإنجليز وهذا موضوع أقل لقصة حلقة يعني من من الذي ذهبه لو يفاوض في مؤتمر فرساي في فرنسا عام 1919 على استقلال مصر من واحد صويوني اسمه ليون كاستيرو ليون كاستيرو يهود صويوني مقيم في مصر هذا كان رفيق سعد زغلول وكان سكرتيرو ومدير مكتبه وكان شغاله ليون كاستيرو هذا كان يهودي فقط لا كان سكرتير المنظمة الصويونية المصرية يقولك دورنا نحن نأسس إيه إسرائيل وهذا كان معلم في مصر في ذلك الوقت يعني يعني سأقولك أنا عارف تمام فتتخيل إن واحد صويوني من مؤسس الإسرائيل هو الذي كان يذهب إلى اللي يقابل للوفود الإنجليزية والفرنسية كيقول لهم أخلوا مصر دولة مستقلة إن هي مش بيجعلها دولة مستقلة هو بيفتت الدولة الإسلامية العثمانية بدل أمة إسلامية واحدة عمل الكنتونات الموجودة هذه اللي سموها الدول العربية شوف كلهم فكل هؤلاء من اللي أسس مصر أو من اللي خلم فيه دي اسمها مصر تصريح بريطانيا بريطانيا من اللي عمل الأردن بريطانيا من اللي عمل السعودية بريطانيا من اللي عمل اليمن بريطانيا من اللي عمل الإمارات بريطانيا من اللي عمل مش عارف سوريا فرنسا ومن اللي عمل إسرائيل برضو الجيش البريطاني والفرنسي لما هزموا الدولة الأطمانية إذن هي أم واحدة أن جابت كل هؤلاء الأبناء الحرام أو الأبناء غير الشرعيين لذلك زوال إسرائيل مرتبط أصلا بزوال الأنظمة الحكام ولذلك الثورات العربية هي في أصلها ثورات إسلامية تستهدف إبأة اللي أجنادنا من مائة سنة طالبوا به الجلاء التام مش الاستقلال لأن إحنا مش عاوزين الاستقلال إحنا عاوزين واحدة مش عاوزين دولة فلسطينية خالص إحنا عاوزين جلاء إسرائيل مش عاوزين دولة فلسطينية خالص ومش عاوزين القدس عاصمة لفلسطين أو بيت المقدس عاصمة لفلسطين أبداً بيت المقدس مدينة إسلامية مش مدينة فلسطينية هتحد شخص ما من اللي هم ضد سايكسبيك وضد التقسيم وضد فكرة الوطنية وكذا فبقوله ما الفرق بين حكم الشارع في المصري الذي يعمل في مصنع إسرائيلي والفلسطيني الذي يعمل في مصنع إسرائيل قال الفلسطيني حلال لأنه بيعمل فين؟ في أرضه أما المصري حرام لأنه لا يعمل في أرضه فطبع يشوف سايكسبيكو داخل فين؟ في أقول الناس فالعقل باطل تقول لا لأن الفلسطيني الذي يعمل فهي ليست أرضه ده فلسطين أرض المسلمين جميعا والمصر لم يعمل في المصنع الإسرائيلي وأرض فلسطين دي أرضنا وأرضه أرض كل المسلمين وقبل ذلك ما كانش فيها اسمها فلسطين ملك فلسطينيين ولا مصنع ملك المصريين ولا تركيا ملك الأتراك ولا كلام من هذا القبيل أرض المسلمين ملك المسلمين جميعا قلت له إنما إن الفلسطيني مضطر لكن المصري ليست مضطر فهو الفلسطيني كمان يأكل الميت فهو موحل له أكل الميت لكن المصري يعني أرض الله واسعة فلماذا تذهب لتعمل في مصنع إسرائيلي بخاء وعميل إذن ما ستسزول إسرائيل عندما يحدث الجلاء التام لأن الجيش البريطاني خرج ومن الذي يخرج الجيش البريطاني الجيش الأمريكي هزيمة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية درسوا لنا أنها فازت وهذا هو المنظر الشيع لكن بريطانيا هزيمة في الحرب العالمية الثانية والجيش الأمريكي دخل احتل العالم الإسلامي أو العالم العربي من المكان فعندما يتحقق مطلب أجدادنا من 100 سنة بالجلاء التام ولا يكون على أرضنا أي جند أجنابي تحت أي مسمى في هذه الحالة سوف تحرر فلسطين بإذن الله إن شاء الله نختم نهائيا ختاما إذن إسرائيل أنا شايف تهليل في إسرائيل وفرح وابن يامنا تانيهم رئيس وزراء إسرائيل مهيس ومزقطت وكذا ويقول لك إحنا بنمر بعلاقات تاريخية غير مسبوقة مسبوقة مين يا عم؟ إنما الجديد في الأمر تطبيح قديم طبعاً كما قلنا وهم أشقاء لإسرائيل أشقاء توائم تمام إنما الجديد هو إعلان هذه العلاقات المحرمة أو إعلان أنهم توائم إسرائيل فيه سببين تخميم من عندي السبب الأول أن الإسرائيليين وهم دائماً وإسرائيل دولة ضعيفة على فكرة إنما أحاطت نفسها أو الأمريكان والإنجليز أحاطوها بأنظمة عميلة تحميه يعني الجيش الإسرائيلي في نفسه جيش ضعيف وهش لكن من الذي يوفر له الحماية اللي بيسمي نفسه الجيش المصر اللي هو عسكر الصليب والجيش بشاري الأسد وجيش كانت صدامه وجيش حلد بتاع الملكة ولا بتاع مين رئيسه العبادي ومين اللي مسك مكانه ده الأيام دي هذه الأيام في العراق يعني هذه الجيوش العميلة ما هي إلا فرق وكتائب وأذرع للجيش الإسرائيلي ده ما الجيش الإسرائيلي وهما اللي حكميننا من خلاله أنا بدون هذه الجيوش ما كان لإسرائيل أن توجد وما كان لإسرائيل أن تعيش أصلاً طيب فبالتالي الأم التي أنجبت إسرائيل وهذه الأنظمة بريطانيا ورسلتها أمريكا عندما يحدث الجلاء التام للقوات الأمريكية من العالمنا الإسلامي والعربي في هذه الحالة تنهار فوراً الأنظمة الحاكمة في العالم العربي وثورات هي قامة بالأساس من أجل الجلاء التام لكن القنوات الفضائية والإعلام اللي يضار في النهاء من قبل المخابرات الأمريكية وإن بدأ نفوحة اسم محمد وبرهيم مصابر وحسين ملاك هذه القنوات كستار هذه القنوات صدرت لنا أن هذه الثورات هدفها العيش والحرية والعداد الاجتماعي أما هدفها الحقيقي فقد قاينت جلاء التام أنا واحد من الناس خربت في ثورة 25 ناير ليس من أجل العيش أنا والله كنت أشتغل رجل رئيس قسمه كنت أتقاضى مرتب ضخم جداً بمعاين ذلك الوقت كنت أعيش جداً وكنت أعيش ملك في مصر ولا كنت أصحفي حتى رح تطلع رقصة القيادة العربية السيارة فالرجل اتضبط لما أنا نجحت في الاختبار فبص كده لما أنا نجحت كده فبص كده بيشوف فقال لي أنت لما أنت صحفي ما قلتش ليه من الأول يعني كد مصر بالنسبة لي الصحفيين في عضو وبركة مفتوحان بيخلصوا كل مصالح لهم ما عاوزين فأنا ما خرجتش مساواء أنا ما ليهم قال لي الساواء ما نساواش أي يعني إيه دخل هنا في الليلة دي العدالة الاجتماعية والعيش والبتال تمام أنا ما كنتش لاجعان وملايين من شاء نازلوا في الثورات العربية ما كانوش نزلوا من أجل العيش وكنا واخدين حريتنا حتى في عدو مبارك كنا بنشتم حتى في مبارك نفسه الوحيد اللي كان ممنوع نشتمه سوزان مبارك فقط ليه كانت ممكن تأجرلك بالتغيض ربو المهم إنما هي الثورات العربية هي الثورات قامت بالأساس من أجل الجلاء التام اللي أجدادنا من مئة سنة قالوا عليه في ثورة 2019 وهي ثورات إسلامية هو مش ربيع عربي هو ربيع إسلامي وهذه الثورات قامت لإنغاء حدوث سايكسبيكو واتفاقية سايكسبيكو فهذه الثورات هي امتداد لما حاول الجيش العثماني وأنور باشا وزير حلوات دولة السواء أن يفعلوه وهو ما حاول قبيلة شمر أن تفعله وهو ما حاولت دولة آل الرشيد في بلاد الحرمين الشريفين أن تفعله وهو امتداد لما حاول الحزب الوطني في مصر بقيادة الزعيم المسلم مصطفى كامل والزعيم المسلم محمد فريد أن يفعلوه هذه حقيقة الثورات العربية لذلك أعتقد هناك حرب عالمية تأليسة قادمة هذه الحرب العالمية تأليسة القادمة ستخلع هذه الأنظمة وبإذن الله إن شاء الله سيكون النصر فيها للمسلمين أرجو مشاهدين أن تكون الصورة أنا آسف في النهاية قلت سببين يدفعان لإعلان التطبيع العالمي أو إعلان التطبيع الأول أنه ربما أنه الإسرائيليين يعني عاملين زق الطفل الصغير اللي عاوز إيه يعلن أن أصبحت علاقاته علانية وأن إحنا يعني طيب أنت ما تزور عمال يا نتنياو إلا هيجرى لك هتزيد شوية إنها ممنظرة أنا شايف كامل منظرة أنه التفكير بعقول أطفال وحتى قط الدول يفكرون أحيانا بهذا الشكل ما تلاقنا رسالات راح يقال بيسلبس فرعوني وعمل له عاصة فرعونية وماشي عامل كده حق العيل صغير والسيس زي ما أنت بشوف سيبيعون برده منظر كده في ملابيسه وكده تمام وسعاته بيضل وشي خلاه أحمره هم هم الأمر الثاني إنه قد تكون الأمريكان بيدفعوا هذه الأنظمة تعلن نعماتها لماذا؟ لأنهم يستعدون لحرب عالمية ثالثة فيودونا إن الشعوب العربية أيوة أنتوا خليبها لكم هتحاربوا مع الجيش الأمريكي وجيش الأمريكي ده جيش كافر وهتحاربوا مثلا تركيا المسلمة أيوة وإحنا من حالة فبيهيئون الشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية لهذه اللحظة وهذا جرى في الحرب العالمية الأولى لما القبائل العربية المسلمة قالت للشريف حسين أو شيف حسين اللي هو الخائن يعني اللي قد التمرد هذا قال لهم تعالوا نحارب الجيش العثماني فقال له كان مفهوم الغاز وناخد فلوسه وحاجاته وكده ودي كان ثقافة القبائل العربية سأتي في ضيق الوقت فقال له لكن معك الإنجليز كفار قال لهم والله والجيش العثماني معهم الألمان كفار فهذا تمهيد نفسي أرجو مشاهدين أن تكون السورة قضلحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته